مواجهة ميليشيا الحوثي هي الوصية الأخيرة لصالح حسب ما تردد حضرتك أشرت إلى زعماء القبائل المحيطة بالعاصمة صنعاء هل هذه القوة قوة ملموسة فعلا تستطيع أن تغير في المعادلة العسكرية إلى جانب طبعا التحالف العربي طبعا هذا واجع يعيش اليمن منذ سنوات طويلة حقيقة وجود مرتفعات جبلية ووجود جبايل يحملون السلاح وقادرين على العملية العسكرية هذا أثبتوا التاريخ اليمني الطويل بأنهم بالفعل هم القادرين أن يؤثرون في المعادلة سواء كانت عسكرية أو سياسية الجبايل من العناصر المهمة ورجال الجبايل من العناصر المهمة هذا جانب الجانب الآخر وهو المهم لا بد من الإدراك بأن جماعة الحوثيين لا تمتلك القوة العسكرية ولا القدرة على أن تحقق هذه الانتصارات ما كانت تستطيع أن تحتل العاصمة صنعاء ما كانت تستطيع أن تنجلب على الحكومة الشرعية لو لا التحالف مع عبدالله صالح وأيضا علاجات عبدالله صالح مع الجبايل التي مستمرة كانت منذ سنوات طويلة هي التي ساعدت وساهمت في أن يحقق الحوثيين هذا ما الذي يحققه في خلال الفترات الماضية واستمرارهم طوال الفترة الماضية ولكن أعتقد أن العملية تغيرت طبعا هناك إدراك حتى لا نترك نقطة لا نذكرها ليس فقط شعور على عبدالله صالح بأنه سيتم اغتياله ولكن هناك نقطة هامة غيرت من مصار الأمور وأسرعت بها وهي أعتقد أنها الجشة التي جسمت ظهر البعير وهو أجيام الحوثيين بإطلاق صاروخ نحو الرياض هذه طبعا بدون علم أنا أعتقد أنها كانت بدون علم علي عبدالله صالح وخاصة وأن نتجانية إطلاق الصاروخ بالكامل هي إيرانية الصنع والاتصال المباشر بين الإيرانيين والحوثيين كان هو السبب وشعر على عبدالله صالح بعد أن كان يشارك في الجرار وفي جيادة المعارك شعر بأنه هناك محاولة لسحب دوره واغتياله وإخراجه من المشهد واحتلال الحوثيين وسيطرتهم على المشهد بجيامهم بهذه الطربة أعتقد هذا جانب والمهم أنه بالفعل حقيقة أيضا ارتباط جبائل الصنعة بالمملكة العربية السعودية كان أيضا تاريخي لهذا أنا أعتقد أن هناك رفض كامل من جبائل الصنعة بأن تتحول اليمن إلى منصة لإطلاق الصواريخ الإيرانية وهذا أيضا من الأمور التي تساعد وتساهم في الإسراء بالعملية السياسية